موسيقى السلام عليكم الابنات ومحبا بكم معنا فيديو جديد اليوم اريد ان اقترح اليكم هاد الانصام بيش في الدريف اللي كتجي فيه لشيابون دانتيف معاني بوكل ديالا كيجي ديزان جلوم شي حاجة اللي غزالة وزمينة شي حاجة اللي خفيفة وانيقة تقدر تلبس ديماغ نحاول نوريليكم عن قرب الابنات بالنسبة لشيابون دانتيف ديالنا فهي كتجي لها الشكل كيف كتفو معايا ووالا ديزان جلال كيف كيجي كيف كتفو معايا الحجارات في البيض اللي على شكل اللي في موحدة الابغيانسية سلام كيجي على هاد الشكل من اللور البندانتيف اللي صغير وورش حاجة اللي اناقة وغزالة سوف نحطو لكم فوقيه بيش بل لكم نطاية جلو كيف كتفو معايا البندانتيف ديالنا كيجي على هاد الشكل شحاجة اللي خفيفة وزوينة تقدر تلبس ديماغ كيجي اناق ويا سلام بالنسبة لليبوك اللي خفافين كيف كتفو معي اللي بوك اللي خفافين كيف كتفو معايا البوك اللي بجعلة هذه الشكل كيف كتفو لها 5 ديال حجارات في البيض ووحدة كبرة وزوينة تهيئة في البيض العمود سوف تددها يسددها هذا الطريقة كيجي جلس حاجة اللي خفيفة وانقة في اللبسة ديال هالي كيف كتفو معي ديال الاستجار كيجي جلس حاجة كان حاجة اللي غزالة وزوينا لاشمد بخافة اللي بإنطابة سوف تنبسي الشاك جو غير 30 سنتيمتر لكن عمارك اتخذ طويلة فيها 40 سنتيمتر 50 برهم فقط وبالنسبة لأبو كلفة جعلة شكل خفيفة واني قد تقدر تنبس الشاك جو غير سلام في اللبسة جعلة كنتمنى ان انا نصوم بالاقساس عليكم الاعجاب لكم لديكم الانفرماسيات لديكم كميكيني في بعض الانفرماسيات بس حاول راحة وما تنسوش مجاوهرات فاتي سوف يحسن عندي قبل ما تخرجوا تابنوا معنا في شين يوتيوب دينا وبرتاجيوا الفيديو في الغيزو السوسيو وما تنسوش تديروا جامل الباش دينا سور فيسبوك وإلا بغيتو تشوفوا الاسرتيكل دينا دخلوا لسيت اللي تحت الفيديو